بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرتنا اليوم هي عن انواع الجريان اللي موجودة بالهيتكس جينجر موضوع الهيتكس جينجر المبادل الحراري اللي هستخدمه ايضا بالحسابات types of flow انواع الجريان عندنا نوعين من الجريان طلاب العزاء ال Co-current Flow الجريان المتوازي وال Co- Winter current flow الجريان المتعاكس نجح على اول واحد اللي هو Co- Co- Crown flow الجريان المتوازي في هذا النوع من الجريان يكون دخول المائazioneل or the hot fluid المائة الحار وال cold fluid المائة البارد الىENE context المبادر الحراري بنفس الاتجاه نفس الاتجاه يعني نقطة دخولهم تكون نفس الاتجاه مسارهم باتجاه واحد فشوف انا منطيكم هنا المعلومات تتوضح قدامكم الهوت فلود نجي نقول الماع الحار تفقت وياكم دخول الماع الحار درجة حرارة تكون تي وان والماع الحار درجة حرارة خروجه هي تي تو اما الماع البارد الكولد فلود فدرجة حرارة الدخول المادة هي تي ثلاثة ودرجة حرارة خروج الماع البارد هي تي ارواع هذا نستفاد منه كموضوع تحديد نوع الجريان من نجي نحسب دلتا تي ام درجة الحرارة الفرق بين الدخول والخروج للحار والبارد بما انه هذا نحتاج الدلتا تي ام فعدنا هذا القانون قد اوكم تشوفوا دلتا تي ام تساوي دلتا تي وان ناقصا دلتا تي تو على لين دلتا تي وان على دلتا تي اثنين نجي للشي المهم اللي انا دائما نعيده اقولكم يجب ان ننتبه على كل مفردة وكل المعطيات اللي يعدي دخول والخروج بما انه الجريان متوازي فاللاحظ هذا المخطط البسيط باع جهة اليسار دخول الماع الحار تي وان خروج تي اثنين هذا الفوق الهوت الحار جوال كولد البارد بما انه قلنا متوازي في كل نفس اتجاه الدخول اللي هو تي ثلاثة دخول الماع البارد وتي اربعة خروج الماع البارد شنو دلتا تي وان دلتا تي وان هي الجهة اللي يدخل منها الماع الحار وين يدخل هات تي وان هي دلتا تي وان دلتا تي اثنين هي خروج الماع الحار شوف تي اثنين هي هات جهة هتكون دلتا تي اثنين اذا دلتا تي وان هتكون هي عبارة عن تي واحد ناقصا تي ثلاثة ودلتا تي اثنين هتكون هي تي اثنين ناقصا تي اربعة ولو عكسنا يعني يكون دخولهم من اتجاه المقابل شوف الرسم الثاني المخطط الثاني دخل من جهة اليمين و الخروج تي ثنيا للحار البارد تي ثلاثة و الخروج تي أربعة شوف نفس الشي دلتا تي وان هي جهة دخول الماعر الحار بقد تي واحد داخل تي ثلاثة دلتا تي ثنيا خروج الماعر الحار بقد دلتا تي ثنيا هي تي ثنيا ناقص T4 هذا فيما يخص النوع الأول من الجريان اللي هو الجريان المتوازي